السلام عليكم ورحمة الله نكمل من وين وقفنا المحاضرة الماضية كنا نحكي عن الكمبوزيشن والأجرغيشن اللي هي علاقة الجزء والكل أو الكل مع الجزء زي اللي شايفينه هون في الشكل student has a name الأرقام اللي موجودة هون زي ما حكينا اللي هي عدد المشاركين الكائنات المشاركة من هاي الكلاس مع الكائنات المشاركة من هاي الكلاس يعني هون مبين لانه one student has one name هون علاقة هاي aggregation student has address has address أو has an address انه one address can be for more than one student يعني من طالب لثلاث طلاب يعني العنوان الواحد وممكن يكون فيه ثلاث طلاب بحد أقصى وواحد بحد أقل لان العلاقة الكمبوزيشن زي ما شايفين يتم تمثيلها وتعبير عنها بالشكل المعين هذا المغلل وعلاقة الاجرغيشن بالشكل المعين اللي هو مفرغ من الجوه لان كيف الفرق بين الكمبوزيشن والاجرغيشن طلعوا انه النام الابجكت name does not exist without a student يعني ما بنلاك اسم بدون student بينما الادرس exist without the student عشان هيك الفرق بناتهم شوي هيك عميق حقيقة عشان هيك كثيرين بيتعاملوا معه انها علاقة aggregation بدون ما يفرقوا انها جزء من كل بهذه الصيغة أو جزء من كل بهذه الصيغة اوكي عادة الكلاس لما يكون بين classes aggregation او composition relationship كيف هذا الكلام ممكن نشوفه في الكود تخيلوا الكلاس اللي شفناها في السلايد الماضية ليه name وaddress و student لو عنا class name بغض النظر شو فيها او class address بغض النظر شو فيها اذا في الكلاس student في عندي attribute اسمه name من النوع name معناها هذا الكلام يعبر عن علاقة انه name جزء من student وانه الادرس جزء من student عشان هيك العلاقة بين هاي الكلاس وهاي علاقة aggregation او composition طبعا زي بشوفنا الفرق البسيط بين هون والعلاقة بين هاي الكلاس وهاي الكلاس علاقة aggregation انه the address is part of student the name is part of student اوكي طبعا هون بعيد الكلام اللي حكيناها قبل شوية انه علاقة aggregation والcomposition relationship قريبات كثير من بعض البعض عشان هيك كثيرين ما بفرقوا بناتهم بتعامل معهم على اساسية نفس العلاقة لان ممكن يكون عندنا aggregation ما بين الكلاس ونفسها انه يكون something has a something من نفس النوع يعني زي علاقة person مع المشرف person مع supervisor person has a supervisor انه supervisor has many persons to supervise هاي العلاقة علاقة aggregation ما بين الشيء ونفسه تمام انه الشيء في جزء منه اشي من نفس نوعيته لان هاذ الكلام زي ما هي كممكن نشوفه في الجافا كود في الكلاس person في عنا array of persons as supervisors تمام تمام شايفين هذه الكلام هذه الكلام هذه الكلام نوعها من نفس نوع الكلام فهي علاقة aggregation بين الشيء ونفسه مثال اخر ليه الكورس كلاس هذا مثال على الobject oriented program كيف نفكر في تعريف الكلام وإيجاد الحلول الكورس 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 name student students enrolled course number of students عدد الطلاب وهاي المثود اللي موجود فيها الكلاس هذه الكلام واحد فيه مثود اسمه get course name add student drop student طبعا هون كل المثود من المثود الموجودة او attribute ايش الوصف تاعه موجود عندنا هون اذا بنا نشوف implementation تاع الكلاس هذه بنضغط على هذه اللينك واذا بنا نشوف testing لها نشوف كيف استخدمت وانشاء كائنات منها واستخدم المثود هذه بنضغط على هذه الامثلة كل واحد فينا بتطلع عليها لحاله يعني زي ما حكيت لكم اللينكس هاي فعالي مدام انت مشبوك مع الانترنت مثال اخر stack of integers طبعا احنا بنعرف الاستاك اسمعنا عنها سابقا انا اعدلكم اياها بشكل مختصر الاستاك هي عبارة عن آلية لترتيب البيانات وتنظيمها في الذاكرة حسب مبدأ last in first out عشان هيك بسموا الاستاك ليفو data structure ليفو last in first out الواصل اخرا الخارج اولا اوكي الان الـ class موجود فيها attributes elements اللي هي البيانات اللي راح تكون فيها البيانات تاعت الاستاك والsize اللي هي عدد العناصر اللي موجودة المثود اللي موجودة هنا طبعا constructors بنعرف شو يعني constructors بصورنا فيها اثنين constructors واحد اللي مالوش arguments اللي بيعطي default values واحد اللي هو stack of integers بأخذ parameter واحد اللي هو initial capacity يعني ما بدينش الاستاك كم راح يكون عدد المواقع التخزينية اللي بتستوعبها المثود اللي موجودة فيه مثود اسمه empty هذا المثود برجع لنا true false اذا كانت الاستاك فاضية true اذا كان فيها elements false P كاذا برجع لل element اللي في top of the stack في كمة الاستاك push المثود طبعا كلمة push و pop هذولا مصطلحين مشهورات كثير في التعامل مع الاستاك يعني وين ما نشوف الاستاك من لكنه عملية الإضافة على الاستاك يسمها push adds element at the top pop ليه ازالة element من الاستاك اللي عادة ازالة الايلمنت اللي موجود في top of the stack في كمة الاستاك get size برجع لعدد العناصر الموجودة في الاستاك نفس الاشي هاي الكلاص تاعها موجود منقدر نوصله من خلال اللينك هذي نشوفه بشكل سريع اوكي هونه تستاك الكلاص هونه انشء هنا في Loop اضفنا عناصر عليها وهنا while not stack empty زي ما انت احنا شايفين هنا بديوا يعمل demonstration كيف نستدعي الميثود اللي موجودة في الاستاك class في عنا الميثود بوش بضيف عليها بوب بشيل الالمنت اللي موجود في التوب امبتي هذا برجع لي true false يعني هون بكل مدامة الاستاك مش فاضي يضلك اطبع لي العنصر اللي موجود شيل العنصر اللي موجود في التوب واطبع لنا قيمته فراح يظلوا يكرر هذا تا يطبع كل العناصر طبعا رح يطبع هن من الاخر للاول لانه الاستاك بتشتغل في مبدأ last in first out فهون رح يضيف للعناصر من صفر لتسعة تمام هون رح يطبع لي اياهن تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة لحد الصفر اوكي هذه بالنسبة لclass stack طبعا هون الاستاك كلاس تاعتنا هذي اللي شفناها هون كيف الفكرة تاعتها المبدأ تاعتها ممكن نتخيل الاستاك كوعاء بهذا الشكل بداية بتكون فاضي لما نضيف نعمل بوش لايليمنت موجود فيها إليمنت واحد نعمل بوش صار فيها تو إليمنت نعمل بوش صار فيها ثلاث إليمنت لما بنعمل بوب شايفين اخر إليمنت ضفناه له هذا هو أول ألمنت بنعمله حذف من الاستاك بوب عشان هيك بيسموا الاستاك لآست آوت اوكي الآن الاستاك هو في انتجار سبعا ممكن احنا زي ما عملنا له في ارري يعني العناصر تاعت الاستاك مخزنة في ارري كيف انت بتعرف نعرف الأرائي كيف نعرف الأرائي كيف نوصل للألمنت لما بدك تضيف على الأرائي وين بتضيف؟ على آخر الأرائي ولما بدك تعمل حذف من الأرائي بتحذف من آخر عشان آخر عنصر ضفناه وأول عنصر نسترجعه هاي برضو الامبليمنتيشن للستاكوف انتجرز موجود هنا كاملا كل الميثود اللي موجود فيها كل الميثود اللي شفناها في الستاك موجودة بإمكانكم تطلعوا على القلاس هاي وتعملوا لها تستنج على كمبيوترات اوكي الان في عنا مجموعة من القلاس الجاهزة طبعا نعرف انه جافا بتدعم نمط الكينوني في البرمجة وبتشجع هذا الأمر نحن شفنا سابقا أنواع البيانات الأساسية اللي هي انت وشورت ولونغ وفلوت ودابل وبوليان وكاركتر كل الأنواع هاي شفناها نذاكرين مثلا كلمة بوليان اللي عرفناها زمان كانت بحق بكابتل سمول بي كاركتر كار بسمول سي شورت بسمول اس بايت بسمول بي انت بسمول اي لونغ بسمول اي هذول البرميتيف داتا تايب بسموهن مش اوبجيكس يعني لما اعرف انا انت تساوي واحد بينما اذا انا بدي اتعامل مع الانتجار انت تساوي واحد اذا بدي اتعامل مع الانتجار تساوي انتجار 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 كأنه من خلالها نغلف القيم من الانواع الاساسية بغلاف اوبجيكس ونتعامل معها كأوبجيكس في داخل برنامج جافا لانه جافا بتحتاج نمط استخدام الابجيكس في كثير من الحلول المسائل هاي الكلاص جاهزة طبعا كلها موجودة في الباكيج مثلا الانتجار موجود فيها الـ وفيها two constants ومن والمثل والمثلز اللي موجودة فيها هاي المثلز اللي موجودة في الانتجار في الكلاص يعني هذه المثلز هذه المثلز شفتوها بجوز ذاكرين المثلز ذاكرين وهذا المثلز استخدمناه كثيرا طبعا هون في الـ في الـ بس عشان ننتبه لشغله ايش اللي بيكون في التعريف هون محطوط تحته خط هذا بيكون فمثلا هاي الكلاس موجود فيها هاي static constant وذول static methods عشان هيك كنا نستدعي مع اسم الكلاس دون ما ننشئ كائنات منها بينما هذول المثلز اللي موجودة هون اللي ما في تحتهم خط هذول instance methods يعني عشان تستدعي اي واحد فيهم لازم تنشئ object من الكلاس انتجار بدون ما يكون عندنا object من الكلاس هاي ما بقدر استدعي هذا او هذا او هذا او هذا او هذه المثلز بينما المثلز هذه الأربعة الأخيرة هاي المثلز بإمكاننا نستدعيها باستخدام اسم الكلاس تمام نفس الاشي الكلاس طابد بنفس الطريقة انتجار تمام نischen اللي ماشي نستعملت انتجار انتجار او الواليو القيمة اللي بدك تعطي اياه اوكي نفس الاشي وطبعا في عندك 2 constructors كل واحد فيهم اذا انتبهتوا هون انه الانتجر class فيها constructor بوخذ باراميتر int و باراميتر بوخذ string يعني بامكانك تنشي انتجر object من int value بامكانك تنشي انتجر object من string value that can be converted عن انتجر يعني مثلا string 1 2 3 ممكن نحوله لانتجر value اوكي تمام هذا الوصف اوسع للكلاس هذي بامكانكم تشوفون طبعا في كل class موجود في conversion methods هاي اللي بامكان نستخدمها للتحويل من نوع لنوع اخر اذا انت بدك تحوله ل double او float او long وهكذا طبعا موجودات موجودات المثود هون في ال class يعني هون float value هذا المثود برجع لي float من int double value برجع لي double من int long value برجع لي long من int تمام مثلا هون في double class int value برجع لي int من double long value برجع لي long من double وهكذا تمام هذي بالنسبة لا في انا مثود اسمه value of value of هذا المثود برجعنا string من integer object ولد برجع لي شكرا